مستمعي ومستمعات إداعة كاب راديو أينما كنتم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوارات كاب راديو برنامجكم الثقافي والفكري الذي نناقش خلاله مجموعة من القضايا الهامة والآنية التي تلتبط بواقعنا المعيش والذين نصدف خلاله ثلّ منا المثقفين والباحثين المغاربة قبل أسابيع قليلة شهد المغرب زلزالاً مدمراً هز مجموعة من المناطق وكانت له تداعيات سلبية كبيرة ولكنه في نفس الآن كان مناسبة ليكشف للعالم قيمة التضامن وثقافة التضامن التي تميز المغرب والمغاربة وقد شهدنا كيف بادر مواطنون من مختلف مناطق المغرب لمساعدة إخوانهم ضحايا الزلزال في صورة معبرة وجميلة ثقافة التضامن بالمجتمع المغربي هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم حوارات كاب راديو يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور مصطفى بكور وهو أستاذ للرياديات بالمدرسة الوطنية للعيوم التطبيقية بتطوان وأستاذ سابق بمركز الأقسام التحذيرية بطنجة ورئيس مؤسسة الأعون والإغاثة بطنجة أستاذ مرحبا بك نعم أستاذ مصطفى يتميز أو تتميز عادة المجتمعات التقليدية والمحافظة يعني كالمجتمع المغربي بسيادة تقافة التضامن والتآذر بين أفراد المجتمع في مجموعة من المناسبات والمحطات التي تشهد مبادرات يبادر فيها المواطنون إلى التعبير عن تآذرهم وتضامنهم مع بعضهم البعض كما شهدنا مؤخرا يعني خلال زلزال الحوز والمناطق الأخرى التي ضربها هذا الزلزال بالمغرب عن تقافة التضامن والتآذر بالمجتمع المغربي يعني السؤال الأول الذي يمكن أن نطرحه في هذا الصدد ما هي الجدور أو الروافد التي نشأت خلالها أو تطورت خلالها قيمة تضامن بالمجتمع المغربي شكرا مرحول على السمسطفان بداية يعني كين أمور مشاركة يعني تشارك فيها كل المجتمعات المحافظة والمجتمعات التقليدية في ترسيق قيم تضامن كين جووا على العواميل قبل ما نمشيوا نتحطوا على الاستثناء أو للتمييز المغربي مثلا كل ما هو عقائد وقيم تدفع إلى التضامن والتعاون بالصفة عامة وكذلك طبعا الدين دينا الحمد لله الدين الإسلامي كثير من النصوص دياله يدعو إلى قيم التضامن ونبدأ قيم الفارضانية مثلا فقع الكريم وتعاون على البر والتقوى صور بعد سنة بحديث النبا ويربط الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخي ما يحبوا لأمسي هذا كل ما نتكلم عن القيم والعقائد تدفع إلى ترصيح قيم التضامن التركيبة الشمعية مثلا في هذه المشامعات التقليدية الأسرة تتلعى الضور مهم تجيب وراها الحاي أو القبيلة هذه التركيبات اللي هي نووية وغاية وكتكبر تتعزز في هذه القيم التضامن وكتبان في الأفراح وكذلك في الأحزان البيئة والتاريخ كل ما كانت بعض المرات بيئة قاسية أو تعرضت من ظروف سياسية قاسية أو يعني ظروف بيئية قاسية إما تشتت أو تجمع إما كتكون مشتتة تنهد المجتمعات أو كتكون حافزة على التعاون والتضامن الاقتصاد مثلا في المشتماعات الزرعية نمط الإنتاج يعني كيكون ضد الفردانية مثلا جون الزراع والحصاد بطبيعته كيكون فيه حد تعاون والتضامن كذلك كل ما هو قيم لا مادية ترات وتقاليد أشعار قصص روايات بطولات فكتسب البطال مثلا وهذا دائما كان عنده حد يعني ينقذ الآخرين يعني يساعد الآخرين وهذا فهذا نقول وهذا تيمة البطال وتيمة كده مرتبطة بالتعاون والتضامن ثم المؤسسات الشيماعية اللي إما كتكون عرفية أو الآن لعصر دين الحديث يعني عودت بمشتمع يعني جميع الحياة وجميع المشتمع المدني المدني عمقها هو تقوية هاد مشتمع التضامن إذن هادا بعد يعني الركائز الأساسية اللي كتشارك فيها المشتمعات بصفة عامة وكل ما كانت قوية كنوا مع قيمة التضامن كتكون أقوى نعم الشركة اللي بحل مسألة أساسية السرق مصطفة هي أنه في يعني داخل أوسط تقليدية خصوصا يعني من اللي كانت حدثوا على البادية أو على القوة كاللقاء وأن القيمة ديالتضامن كتكون حاضرة بقوة على اعتبار أنه نمط الإنتاج كما الشرطي أنه واحد النمط اللي كيحارب الفردانية وكيشجع العمل داخل المجموعات إلى غير ذلك وربما هدو اللي كيخليننا اللحظوا أنه مثلا يعني قيمة التضامن كتتلطفع في هذه المجتمعات يعني خصوصا في بعض المناسبات يعني مثلا يعني المناسبة دية بداية الموسم الفلاحي اللي مثلا معروفها بها قوزاء أو مثلا نهاية الموسم الفلاحي العنصرة هذه وحدة المناسبات يعني كالقاء وداخل مجتمعات لنمط الإنتاج فيها تقليدي ولا يعني نمط الانتاج الزراعي التقليدي كلقوا أن مثل هذه التظاهرات يعني كتحضر في هذه القيمة بقوة هذه المسألة ربما هي نفسة اللي شارل عالم اجتماع الفرنسي إيميل دوركايم اللي تحدث على نمط الانتاج أو اللي ما تحدث على أصناف تضامن داخل المجتمع بين تضامن الآلي والتضامن العضوي وشارل كون أن التضامن الآلي يعني كيتسم بالبساطة يعني بالتلقاء إياه وما كيخدعش الضوابط القانونية يعني والمؤسستي بشكل قوي الآن السؤال هو يعني وش يعني هذا الأمر أن يعني المجتمع كلما نزح نحو الفردانية بشكل كبير وكلما تعقدت أنماط الانتاج داخل المجتمع وكلما تطورت البنية للمؤسسة داخل المجتمع هذا يعني بأن قيمة التضامن يعني كتبدا تقلال داخل هذا المجتمع تعني هذا إلا حدين ما هذا صحيح هذا صحيح ولكن ما يمكنش ندرها قاعدة لأنه بدليل حتى في الأحياء الشعبية في الموضوع الكبرى ما زال القيم دي التضامن حاضرة بقوة يعني قلوة تجددت وأخذت أصنافا أخرى أخرى وتلوينات أخرى إذا سمحت اسمي مستفى نكمل جزء تاني من السؤال دي لك يعني واش هناك تنبيوز مغربي في قيم دي التضامن ولكن اللغة الأمازيغية هي منتشرة كذلك بقوة وحدة الدين والمذهب والسلوك وعرفوا حد استقرار كبير في الجانب لسنوات طويلة طبعاً حد شادت توجب إمارات المؤمنين لكتزيد دعم هد القيم الدتضامن وأم المؤمنين دائماً كيكون مبادر في النكسات الكبرى وفي الكباريت الكبرى كقيمة قيم دي التضامن كذلك يعني الموقع الجغرافي والسيرورة التاريخية أعطت للمغرب وحد تعدد دي الهويات وهالت تعدد لهويات واللات موقع قوة مش موقع ضعف وطل المغرب وحد القدرة على أنه دي الفتاح ودي التعايش ودي العيش المشارك اللي يجعلوا على أنه نقوله المشامع المغربي مشامع تضامني أكثر منهم مشامع احتجاجي فيما يعني في الكواريت الكبرى أولاً كيحل المشكلة عادة نتكلمون بعد شكل مول المسؤول وشكل ماشي مسؤول وهذا للأقل نتميز به غير في المنطقة دي الشمال الإفريقية نتميز به مع أصناف يعني مشامعات أخرى المغريب عرف استقرار سياسي كبير لأن تصورها ضعف 12 قنص بعض الدول اللي تقريباً حكمت وكيكون هاد الميل الاستقرار وفي العمق هو ميل التضامن أنا ننتكو حد تلات الأمثلة صغيرة دير هاد مظهورات دير التضامن يعني عرف العالم وحد امتهان كاملين نعشنا الامتهان وذي الكورونا عادة في كورونا يعني الانتهاج توقف المصاني أوليقات فكان من الطبيع أن التحويلات مغاربة العالم تنقص تراجع نعم لكن كلمة الفيت هو العكس والإحداث مثلاً كنصبه في 2019 64 مليار دي الدرهم في 2020 مشاتنا 68 مليار درهم مع أنه مغاربة العالم كثير منهم كان وقفين للعمل نعم وبالضبط ربما سي مصطفاه دولي كيخلينه حتى مثلاً التقارير الرسمية اللي كيصدر عن بنك المغرب أو عن حتى عن المندوبيل السامية لتخطيط أو لا حتى التقارير اللي بناءًا عنها كيتم وضع للميزانية العامة للدولة دائماً كيتم يعني الحديث عن تحويلات الجالية المغربية للخارج اللي كتكون بها الشكل كبير جداً لدرجة أنه يقال أن ربما المغربة هم من أكثر الجاليات في الشمال إفريقيا أو في العالم العربي اللي كيحولوا يعني آه فعلاً وهذا كيعبر لهذه القيمة ديالتضامن ديالتضامن فعلاً فعلاً إذن تحولت المغربة للعالم كما تحدثت لك 2021-87 مليار ديالرهام حالياً 2029-90 مليار ديالرهام يعني فيه تصاعدين كبير جداً من المظهورات ديالتضامن مثلاً هنجيو موضوع بسيط ومازال كاين هي المسميه الوزيع شنو الوزيع؟ الوزيع هو الإنسان كيكون عنده في البادية كيكون عنده قراءة أو غنبة أو شيء من القبيل وقع له شيء حادي ودونك غادي تطريد بها إذن هو وضعه حد نقوله في التنافس الرأسمالي للسهلة كيو حد سيت في حد الحالة للخسارة فتحول حد الخسارة إلى تضامن الشارك تحول إلى فرحة وغادي يربح وتضامنه معه بشكل عفوي جداً وسلوك مازال قائم لحد الآن أنا أتذكر كنت مازال صغير جداً يعني في حد السنين سبع سنين تقريباً زلزال ضرب الجزائر في 1980 ما دم كانت تحطي زلزال المغرب زلزال شلف أو شلف دين الشلف كان حدث تقريباً عشر ألف ديال الطحايا وكان على بعد أيام من عيد الأضحى وهذاك الوقت كان مازال ثقافة ديال الجلود شيء مهمت في المشتماع المغربي فكان الله رحمه الحسن الثاني طلق أوامر ديال لأن جميع المغاربة تضمنوا بالجلود ديال عيد الأضحى ديال الدكسانة أتذكر كذلك ربما أنت وصلتها في السينيما السينيما بما كانت الدخول يعني بحدود جدرها أعتقد كان دائماً أبو بجميع السينيما عشر سنتيم كانت تقطع لفائدات فلسطين ونحن ونسبة الشرط كذلك كانت تضامن لمغاربة مع هذه الفلسطينيات دي ربما تضامن يعني أحيالاً في المجتمع المغربي ما كياخدش فقط ذلك الطابع المادي المباشر وإنما كياخد ذلك الطابع المادي ولكن غير مباشر مثلاً يعني مدوية تتحدد تعلال ومدوية تقوم بها الدولة مثلاً يعني تضامن مغاربة مع إخوانهم الصحراء من خلال مثلاً زيادة عدد الساعات الموظفين في العمل إلى خلال ذلك وشك من أشكال تضامن واللي ربما ما محتج يعني تشي واحد بالعكس الناس نضلط له واحدة يلقائية واحدة للروح إيجابية آه بالضبط بالضبط كذلك كل ما هو أعراف تقليدية أو يعني تجمعات دينية في المغرية عمقها والتضامن والاحتفال كنتشوف مثلاً في رمضان في الأعياء العيد الصغير الأضحى كما تحدث قبل في الجنائز كيكون واحد الشكل من الأشكال التضامن اللي هو تلقائي ومتجدد تهدب في المغدون يعني تطور يعني خصلاً نقوله في الأحياء لهم شي كي يدهر أكثر هذا النوع ديل التضامن ثم كل ما هو اللي كان قبل كي مثل يعني الجمعيات المشامل المعدني والجماع الجماعك عندها دور كبير في بات هذا القيام ديل التضامن وتضاون مع الفئات الهشاء مثلاً واحد العرف ما زال لحد الآن في البادية المغربية أنه المرأة الأربالة اللي ما عنداش ولد كبار هما اللي كيسبقوها في الحرش وكيسبقوها في الحصاد من دون من دون أن تطلق وشمتي وكيزو وجود كذلك الفتيات اليتيمات وما يقلبون لهم على العريس وما يدوزلون وش نقول العيد وأنه واحد في القرية يبقى بالعيد هذي يعني نماذج كثيرة طبعاً حعيشناها قبل أيام نعم في هذا الأيطر هذا ميس يعني ما نتحدثنا على أمن الرافق دي هو الرافق أساسي في إبراز وقيمة تضاون داخل المجتمع ربما واحد المسألة كي عرفوها المغربة عملي هي الوقف الوقف يعني وكن عرفو أن المغربة من أكثر المجتمعات الإسلامية السباقة للوقف يعني مجموعة من الممتلكات سواء الأرض أو الآبار أو حتى شو قاق لغا ذلك الدرجة أنه في المغرب عنا أشكال استثنائية دي الوقف مثلا في حال في تيطوان عنا ما يعرف دار الطير دار الطير اللي هي وقف الطيور اللي كتنزل تم يعني العائدة إلى هذيك الدار كيتم تخصيص ديالها يعني من اقتناء الحبوب الفائدة الطيور يعني أشكال استثنائية دي الوقف وانش ممكن نعتبره بأن الوقف هو يعني صورة الخصوصية تضامن بالمجتمع المفعب يعني يجسد هذ القيمة ديال التضامن خصوصا أن الوقف ديال المغاربة المشيكين غير في المغرب وإنما في مختلف منطق مغرب وحاليا كنسمعون أنه مثلا في فلسطين باب المغاربة حرارة المغاربة اللي فيها أوقف ديال المغاربة كنت كذلكتر في مدينة المنورة وقف ديال المغاربة الوقف في سيد مصطفان قدر نسميه يعني واحد من الإبداعات المغربية المتميزة في استدامة التضامن لأن الإشكال الكبير الآن اللي كانت تحطي عليه في العالميا في المشارع الجمعوية ودي ممتتمويل استدامة استدامة موضوع معقد جدا صل نقول المصاريف التابتة غد تدير أي حاجة يعني يخصك مصاريف تابتة ديال السيانة ديال الحالي شيء من القبيل فهذا كانوا حدائك كبير أن أي مشروع أخيري كدر عليه شي وقف لكي يعطيه الاستدامة أمسط مثال واليقديم جدا والآن يعني عنده عمر ديال 12 قرن هو جامع القرويين فمي بنته هذه السيدة فاطمة الفيرية رحمه الله مباشرة بنت فرلان وحمام حداه وهذا الفرلان والحمام مداخل دياله هي المجيد فكتعطيك هذه الاستدامة كما قلت يعني الوقف للمرأة الحاملة لكي يبيع الفواكه مثلا في الفاس كتير من الأوقاف أما للطالبة خلت أصلا تعليم في المغرب تطور وانتعش ويعني لم يكن مركزيا بسبب الوقف يعني كان عرف عادي أنه المحسنين كيدروا أوقاف نظر القرآن أو المدى يلي المقابل لجامعات الآن وطع الاستدامة للآن احنا بيكن تحتول الترتيب العالمي للجامعات هارفورد وكذا أغلبية الآن هي شنو هي مؤسسة وقفية قليل انك يعرف أنه هذه المؤسسات في أمريكا كأغلبية هي مؤسسة وقفية رمش الدولة اللي كتصرف عليها كتصرف دائما عندها يعني الشركات المواطنة كتعطيها وحد المساهمات كبيرة لها وقفية وفي أعطاتها الاستدامة في حين حنا كنا صباقين من هذا الأمر ولكن بلغات أخرى وبأسماء أخرى فإذا إجينا نقول الاستدامة المغربية في هذا الموضوع يعني يمكن نقول نحن أمة أكثر من دولة وشمتين يعني هذا الاستقرار وحد تماجج وحد تمغربي تعطات وحد تمييز وعطات وحد تقافة وحد الميل الاستقرار وحد تضاون المغربي لهو عميق جدا لا تظنش أنه في الأزلات الكبرى كي يبين مثلا نحن تحددنا لحالة الكورونا أو حالة ديال ديال هذا بين أنه مغروس وأكثر من الجمعيات المشتمة المدانية وعفوي وتلقائي نعم ربما سمصطفى هذا هو اللي يخلي أنه المغرب من بلدان قليلة يعني في العالم لكن طبق عليها نفهوم الأمة يعني صحة 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 مغرب أمة أكثر أكثر من دولة يعني كان واحد تقريبا 180 دولة في الأمم المتحدة ولكن الأمم أقل تشكر الأمة موضوع ماشي ساعد وخا الآن يعني تحددنا على يعني صورة التضامن المعبرة اللي عبروا عليها المغربة إبان زيزة الحاوس وكذلك تحددنا على التضامن اللي شهدوا المجتمع المغربي خلال جائحة كورونا وأشكال أخرى متضامن ربما يعني تحددنا مثلا زيزة الحسيمة إلا غير ذلك وكين بعض المبادرات اللي يعني كيقوموا بها المغاربة واللي كعبروا من خلال عن روح التضامن اللي كتكون مناسبتية أو موسمية مثلا كنت حدثوا على الدخول المدرسي كنت حدثوا على مثلا الشهر رمضان المبارك على عيد الأضحاء إلا غير ذلك يعني شنو هي الدروس ولا العبر اللي ممكن استخلصوها من هذي من هذي القيمة تستضامنه هذي الحضور ذي اللافذ داخل المجتمع المغربي يعني قبل تقريبا شهر ونسب كما معلومت من الشهر المغرب واحد زلزل كبير كبير بزاف يعني من 2004 كان آخر زلزل ذي الحسيمة وهذا أكبر من ناحية المساحة وتقريبا كان تحت تقتار من 350 كيلو متر طورة 250 كيلو متر عرضان تسعد وخمسين آلف بيت يعني يعني وديم كليين أو جئيين وكتر 350 آلف ناس في العراء ومازال طبعا بالمناسبة لا تشتع بالقطيح يعني المطر كي ته الآن يعني يدوز ظروف في صنة السنة تكون ظروف شوي صعيبة فالحمد الله هو واحد يعني يقول يعني محنة الحمد الله تحولت إلى إلى منحة ويمكن نقول على أنه المغرب نجح في الامتحان بتميز وبال على أنه مش شمال حي والذي يتفاعل كي تسف الامتحان مش نائم والمبادارات كانت عفوية عفوية جدا من أقص الشمال الصحراء المغربية أقص الشرق كانت مبادارات مبادارات عفوية وكذلك يعني مبادارات كبيرة جدا يعني مغاربة العالم لكذلك تفاعلهم جميع أنحاء العالم وبيين هذا الزلزال قيمة الوحدة الوطنية بنعدنا دولة لأن أنا شاهد عيان في الأيام الأولى ذي الزلزال السرعة ذي التدخل يعني يعني بورقان تم يعني فتحوها في أقل من 24 ساعة يعني السلطات العمومية قوات مساعدة داراك شرطة دفاع المدني كذلك عمالي الوزارة تجهيز قاموا بدور كبير جدا وما زال كيقوموا به لحد الآن بانوح تناغم بحد تجانس بين المشتمع المدني والسلطات العمومية لأن هم كيكملوا بعض يتون يعني لا يمكن مقارنة العمل يقوموا بالمشتمع المدني يعني ما الطور الأساسي كتقوموا بالسلطات العمومية بل لأنه الشبكات نقول ما يسمى برأس ماللامدي برأس مالشماعي ما زال قوي في المغرب لهذه الشبكات الأفقية قوية جدا وبالمناسبة بان على أنه المغرب العميق ما زال عنده حالة طروة كبيرة جدا طروة رمزية 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 مثلا الطروة دي العفة يعني تصور في الأوج دي الناس عنده وفاية وعيشة في العارة وعيشة في الخيام أولا كي يكرموك كي يبتسموه وفوجة كي يقول لك أهم هدية قدمت وإنه ما جيته وعمتي وما كيكونش وحد العفة وما كيكونش تهافوت على يعني أغلبيتهم كي تصيب ذلك الموت كي يحطوا أبار ومن ضمين تصيبوا حالة تنظيم مرهيب جدا يعني وقوي إما عور في كي تصيب شيء الكبير سنان يعني كي تيقوا فيه أو أنا وليلاحظنا كثير من الشباب الآن اللي تعلم داروا جمعيات محلية وجمعيات عوضات نقولوا هذا الجماعة اللي كانت قبل وحتروها يعني نخدم من الدروس في هذا المغرب العميق بل أنه فعلا كان عارفوا شمية المسؤولية المشاركة كما قبت القبليتي أنه هنا مشتمع تضامنية مش مشتمع اهتجاجي فكان يعني كانت تكبيرات قسمناها جميعا بأن أنه وحد روح ديال الابتكار والإبداع في هذه الكواريد بينها تدخلات ديالدولة المدني بين عدنا ما يمكن ضحضناها بشكل جالي والسيادة الوطنية في هلين عندك دولة وعندك أمة حكمت في الوضع وكان من الحكمة لأنه خلت دخولات الأجنبية محدودة جدا بش قتم تجاوز هد المحنة وهنا غد نحيل على بسمحتي آخر خطاب ديال جلالة الملك في البرنامع 13-12 يعني أشهد يعني بهذا التضعمون وهد التمغربي فمثلا في الخطاب يقول جلالة الملك قد أضرت الفاجع عن تصار القيم المغربية الأصيل التي ممكنت بلادنا متزاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزم على مواصلة مصارين بكل تقاتي وتفاؤل وفي مقطع آخر أشهد بالقيم الروحية والدينية إمارة المبينين والقيم الوطنية القائمة على الملكية وكذا القيم التضامن والتمسك الشمعي في الاهتكاك دينا مع جمعيات الشمع المدني من خارج المغرب نبهروا نبهروا خصوصية المغربية يعني كما كانت الخلاصة فعلا نحن دولات كل فقيرة أو لسائرة في طريق النمو ولكن عندها سيادة رأس مال رمزي ممكن سترسمره بشكل كبير جدا سيم طفا بأتي بارك عن فاعل مدني بارز في المغرب ومن خلال المؤسسة اللي كتشتغلوا فيها اللي هي مؤسسة العون والإغاثة واللي عندها واحد الحضور قوي وكتخلي البصمة ديالها في مجموعة من المجالات ومن خلال مجموعة من مبادرات كتقوموا بها شنو هي ربما يعني الأبرز التحديات اللي كتواجهكم ومن خلالكم كتواجه يعني باقي جمعيات المجتمع المدني اللي كتشتغل في المجال الاجتماعي يعني اللي تحدثنا عليه اليوم كبا ومعلوم يعني المجتمع المدني المغرب في المغرب الحمد لله تطور في الصنفة 20 سنة الأخيرة نكن تحتور أكثر 150 للمجمعية طبعا كان يعني تمثلات ديال العمل الجمعوي ولكن غير منظام فيها القبيلة والأعراف وسك الحي وشيء وعني وما إلى ذلك فهذا الروح اللي عيشنا في هذا الزلزال أتمنى أن تستمر وروح الثقة هالثقة لي في بعض اللحظات يعني كل اللحظة لأنه ما كتكونش يعني بين السلطات وبين المجتمع المدني فأدعو إلى تعزيز هالثقة ويجعل هالحالة ديالزلزال والأصل والباقي استثناء كذلك أدعو إلى تبسيط المساطر هنا سنحل كذلك الخيطات جلالة المالك البرنامان في 2018 في حالة اللحظة التي كان يشيد بالتضامون ومثلا كل مغرب كان وسيظل إن شاء الله أرض التضامن والتماسك للشيماع داخل الأسرة الوحيدة والحياة الواحد وفي المشامة بسيفة عامة ويجي في المقطع آخر يقول يوضع أن نشجع وصن الشباب على العمل المدني الممأسس يتم تنفيرهم والميلة للعمل المدني نقول الهاوي لأن الممأسس عنده استدامة أكتر وعنده طرق للناقد وعنده طرق للتطور أما الهاوي كيبقى موسمي كتبقى فيه روح الحماس أكتر من الروح المأسس مؤقت نعم إذن أدعو يعني من ما أدعو إلي إلى التشجيع ودعم المالي والتأهيل المشامة الماديني ومده بالأطور مثلا نحن كنشوفه في النقابات كما هو ما يسمى التفرغ النقابي يعني المشامة الماديني محتاج من الأطور تفرغ له ويطيه دعم أكتر لأن المشامة الماديني عنده من المورونة ومن تدعيم هذا التماسك الشيماي والأفقي كلا بحث دور المختار في الدولة كتقوم به الدولة هنا مثلا تتكلمتك على الزيارات على الحنان تمشي عند أسره وتبقى معها ساعة وهذا وتباكى والضعق وهذا هذا موضوع يعني معناوي أكتر منه والناس كانت تقدروه بقوة طبعا يعني المشامة المادينية يعني عن مسؤولتنا جميعا نبعد وعن تصارعات والتجادبات السياسية المؤقتة كتبقية مؤقتة فهي مسؤولة مسؤولة علينا جميعا يعني قطعنا أشواط مهمة ولكن كنوز عما صرحة ما زال ما زال كيمة يدار وما زال ننتظر من جميع الأطراف يزيدوا يعني يدروا ما في استطاعتهم من دفع المجتمع الماديني يلعب الدور دياله الأدوار دياله الأساسية وهي مهمة جدا وكتبان في الكواريس نعم ربما سي مصطفى أكتر يعني ربما أكتر تحديك يواجه جمعيات أو الصعوبة التي تواجه جمعية المجتمع المدني خصوصا التي تشتغل المجال التضامني والاجتماعي ربما هو التعقيد المساطر الإدارية سواء في الحصول على التمويل أو حتى في الكيفية يعني الصرف ولا إتبات صرف هذا التمويل هذا ربما يعني الآن الأوان القيام بمراجعة يعني القانون المنظم لهذا الإطار خصوصا يعني ما يعرف قانون إحسان العمومي واللي ربما يعني كيخدع واحد المسطرة اللي شي شوية يعني كتير من الجمعيات كيشوفونا مسطرة معقدة صحيح صحيح أنا كما تحدث قبل قليل أنه دعم الثقة شنو دعم الثقة هو أنه يعني المشام المدني ماشي أنه نقوله ما فيه من الخطأ وما فيهش ما فيهش أخطاء لا ولكن الاستثناء يتعامل معاه كاستثناء بوحدته ما يجعلش ما يكونش هو الأصل ويتم تعميم هذ الأخطاء على الجميع و في المقابل يعني تعزيز هالثقة بين مؤسسة الدولة المشام المدني يعني تعقيدها أو أي تعقيد دي المساطر في نية المطف كي يجعل لأنه الفئة المتوسطة لي أكتر قيادة القيادة الأغلبية دي المشام المدني الناجحة هي عليكم فئة المتوسطة والشباب يجعلون ينفروا من العمل نقوله العمل المنظم يبقى موسمي أو أنه يستقيل واللي متفرج وإذا ولا متفرج هذه الفردانية التي تحتاج لها وهي ليس طبيعة المغربة شمتي غادي نفعل المغربة يمشون شي إلا ولي مش ديال وشمتي الفكرة ربما هذا غادي تفعنا لطرح السؤال آخر هو يعني شنو هي الرسالة التي توجهه أستاذ من الفاعلين خصوصا الشباب يعني اللي كلقوا أن فيهم هذا روح المبادرة أو يشتغلوا في إطار جمعية المجتمع المدني يعني في هذا المجال التضامن والاجتماع شنو هي الرسالة التي توجهها لهذا في قبل خصوص يعني بداية يعني الشباب المغربي الحمد لله يعني بالزلزلبان شباب فاعل وحب الخير وحب التضامن تأثر فيه وارتو أبا عن جد و يعني أدعوه إلى عمل جمعوي منظم يعني يتماشى مع عروف العصر وعندهم قدرة جديد عندهم قدرة على العصرنا على الرقمنا على يعطيوه يحفظونا الروح اللي يخلوها الجداد وعطيوها بصمات العصر وبصمات العصر كتبنا للعلم شمتي يديروا عمل جمعوي منظم بنعلى أسوس بنعلى أسوس علمية يعني كما تضل المؤمن ينفتحوا يعني وياخدوا التقنية الحديثة في تسير في الإعلام في التوتيق في الحكامة وهذا وطبعا الأصل يحفظوا عليه اللي هو العمق المغربي والتمغربي دينا هذا يعني رسالة موجهة الشباب وكذلك نقول نعاود بالنسبة يعني الفاعل يعني الحكومية أو الحكومات الحكومة بصفة عامة يعني مزيدا من تشجيع مزيدا من تبسط المساطر مزيدا من دعم مزيدا من تعزيز التقنية والمغرب دينا كاملين ولا مستقبل له إلا بأبنائه وقصصا طبعا الشباب نعم شكرا جزيلا أستاذ مصطفى بكر رئيس جمعية العون والإغاثة بطنجا مستمعين الكرام نشكركم جزيلا شكر لحسني إصغائكم ونضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا بارك الله عليك مستفى واحد صورة ها